36 ألف جنيه على الدخل السنوي لكل الموظفين وبالتالي الرئيس النهاردة كمان وكان الدكتور محمد نيط النهاردة بيشرح الموازنة الجديدة رغم الظروف الصعبة التي نعاني منها ويعاني منها العالم واللي كله النهاردة بيستعد خل الفترة الجاية هيحصل ايه زيادات قد ايه حاجات قد ايه رمضان ايه كل ده في ظل ده انه وظروف صعبة ولكن كمان الدولة والسيد الرئيس النهاردة ياخد هذا القرار قرار لدعم المواطن لدعم الناس للتخفيف عن يعني هو تخفيف بنقول كده جزء بسيط ولكن اللي بيحصل افضل مما كان يحدث يعني اذا كان النهاردة انك تقدر تخفف عن الناس تزود مرتبات شوية تعفي من الضرائب شوية تدي منح وحاجات شوية تزود معاشات شوية تزود تكافل الكرامة شوية تعمل بطاقات تموين ودعم البطاقات تموين شوية تودي مواد غزائية بالملايين وهكلمكم عنها النهاردة كتير لانه عندنا حاجات كتير قوي النهاردة احزاب سياسية والدخلية وقوات المساعدة يعني كله شغال النهاردة دعم 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 للناس ما ده كله خير رايح للناس فمع ده كمان مع كل الخير ده يأتي كمان الخير انه الضرائب كمان اعفاء لحد 36 ألف جنيه كمان الدكتور محمد مقيت النهاردة انه معدلات النمو ورغم الاوضاع الاقصادية والصعبة جدا انه تقترب او يعني تحقيق معدل نمو 5% بالناتج المحلي الاجمالي كلم كمان على زيادة بند الاجور 15% اللي يصل الى 470 مليار جنيه مع العلوات ايضا ومنظومة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بتزيد بمعدل 24% وتصل الى 496 مليار جنيه تكلفة الحزمة الاجتماعية تصل الى 150 مليار جنيه تكلفة الحزمة الاجتماعية اللي سيد الرئيس اخدها اخد قرار من كم يوم عشان ايضا مساعدة وتخفيف وزي ما اقول لحدكم تخفيف عن الناس نخفف عن اعباء الناس في ظل لوضاع الاقتصادية الصعبة وفي ظل ارتفاعات الاسعار الغير مسبوقة وفي ظل التضخم الرهيب تضخم غير مسبوك بنعيشه ايوة وبالتالي الاسعار غير مسبوقة بنعيشها ايوة بنعاني منها كل يوم نعم فيش حد النهاردة يزي نشتري الا ولا ايه الحق طب ما انا هو انا مش بشتري ولا ايه ما كلنا بنشتري وكل ناس بتشتري وكله عارف ما فيش حاجة اسمها حاجة رخيصة فيش حد يطلع يقولك الحاجات ما فيش حاجة اسمها كده ولكن بقولك في ظل ده الرئيس بيحاول بقدر الامكان يخفف ايضا عن يعني زي ما بقول كده عن المشاكل عن يعني الاوضاع الاقتصادية الصعبة وايضا التضخم وزيادة الاسعار وزيادة حد الاعفاء الضريبة على الداخل اللي يصبح 36 ألف جنيه بدلا من 24 ألف جنيه دكتور معيط النهاردة بتكلم على فائد أولي بيحقق حوالي 2.5% من ناتج المحلي الاراضات كمان زادت اراضات زادت وصلت حوالي 2 تريليون جنيه 2 تريليون جنيه الاراضات ايضا تزيد بنسبة حوالي 31% المصروفات كمان بتزيد يعني يعني جالك 2 تريليون بتصرف 2 تريليون 838 يعني عندك عجز 838 مليار جنيه يعني على طول كده انت دخلك اراداتك 2 تريليون طيب مصرفاتك كام 2 تريليون 838 مليار خلاص 2 تريليون يبقى عندك عجز اهو عجز 838 مليار جنيه مخصصات لساسمار بتزيد 512 مليار جنيه ده يمكن الحاجات اللي تم عرضها النهاردة واللي هي بتقول احنا ايضا ملف الموازنة ومشروع الموازنة وفي ظل الاوضاع الاقصادية الصعبة جدا